التقى وزير الموارد المائية والري هاني سويلا بعدد من أعضاء مجلس النواب لبحث عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم تناول هذا اللقاء دراسة طلبات تخصيص قطعة أردن ضمن أملاك الري لإقامة مجمع خدمات لخدمة الأهالي وموقف تسليم الأبار الجوفية الحكومية لروابط مستخدمي المياه لتولي مسئولية التشغيل والصيانة كما شهد اللقاء مناقشة عدد من شكاو الأهالي فيما يخص عددا من الأبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد وقد وجه الوزير أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات ودراستها طبقا للوائح والقوانين المنظمة